السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبيبي متابعين كنات معلومات وفنون. ازايكم يا حبيبي عاملين ايه? كل سنة وانت طيبين? نهنكمل مع بعض النهاردة باقي الفنوس المكرمية. احنا عملنا قبل كده آآ جزئين. وده الجزء التالت بازن الله. وهيبقى ان شاء الله في جزء رابع. زي ما انتم شايفين كده الفنوس دوت. هنسمي الله ونصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ده الجزء اللي احنا شفناه. خلصنا عنده الجزء التاني. وثبتناه زي ما انتم شايفين كده. الجنب التاني على طول عشان حبيت انفزه معاكو عشان ما نتلغبطش. ده هنا الخيط بتاعنا موجود فين? اللي موجود فوق. احنا هنا بالاجرم باللي فات بدأنا من اتنين واربعة وستة. هنا عملنا الخيط بتاعنا هنبدأ الغرزة الاولانية. بص احنا بدقناها هنا رفعينها فوق خالص. مزي ما عملنا الجزء اللي فات. عشان ما تعرفين الجنبين مزي بعض. عملنا الغرزة الربعية بتاعتنا. طبعا احنا كنا شرحين الغرزة الربعية. وهنفز نفس الفكرة اللي عملناها. بس انا كنت عايزة اوريكو هنا الشكل بتاعها عامل ازاي? عشان كده ما طولتش عليكم. بص هنا آآ الغرزة مرفوعة. فوق خالص. عكس التانية. عشان كده حبيت هنفزها تاني معكم. واختصرتها عشان ما ايه? ما نكررش كده احنا خلصنا الاربع. هنخلص الاربع تجزاء بتاعتنا بنفس الشكل. زي ما نشايفين كده وشبكنا الخيط بتاعنا وعملنا عقدتنا. طب ايه المطلوب بقى هنعمله هنبدأ نشتغل في ايه? في الجزء اللي تحت او الوسط بتاع الفنوس. معايا هنا اتناشر فتلت خيط. هناخد اول اربعة. هنسبت اول الخط الخطين اللي في النص ونشتغل غرزة ربعية. غرزة ربعية يعني مرة من يمين. ومرة من الشمال. ونشد الخيط بتاعنا جامد كما نسيبش ايه فراغات. ادي كده اول غرزة والاربع الخيط اللي بعدها. هنعمل كمان نفس الحكاية. وهنعمل غرزة تانية. اهم حاجة ما تسيبيش مسافة. وتشج الخيط بتاعك بقدر الامكان بحيث يعني ما تبوزش شكل العقدة. كده عملنا اتنين فضل التالتة. كده احنا عملنا الخيط بتاعنا المنازل ده عملنا ما هنعمل منه تلات غرز. اللي وصل غاية هنا في الفيديو ما ننسناش باللايك والشير واللايك بفعل فيديو. واللي اول مرة يتفرج علينا فضلا وليس امرا يعمل لنا اشترك في القناة. ويفعل زر الجرس. عشان كل منازل حية جديدة من معلومات وفنون توصلوا بازن الله. كده احنا عملنا تلات غرز. هنيجي نشد خطين من الجنب اليمين وخطين من الجنب الشمال. هيتفضل معي تمن فتل. هاخد اربعة. اعمل بنفس الغرزة الربعية. والاربعة التانيين. هعمل برضو نفس الغرزة الربعية. كشان كياه الصف الاولاني. هيكون معايا فيه تلات غرز. الصف التاني هيقفل معينا على غرزتين. تشدي اهم حاجة تشدي الخطل في النص. عشان تعرف تتحكمي في الخط في الشغلة بتاعتك والغرزة بتاعتك. هنخلص كده زي ما شفتين برضو عملنا في اللي قبلها. هنجيب فتلتين من الجنب اليمين. وفتلتين من الجنب الشمال. الاركنهم على جنب. هيقف معايا على اربع فتل. هنعمل الغرزة الربعية بتاعتنا. يبقى احنا كده عملنا شكلها هتبقى شبه المسلس. آآ اول صف تلات غرز. تاني صف اتنين. تلات صف غرزة واحدة. عشاطني ايه? شكل مسلس كده. خلينا برضو هنبدأ ايه? هنحط في فتلة دي. فتلتين في اليمين وفتلتين في الشمال. هنرجع تاني. الجنب اليمين معانا في ست خيط. هاخد اول خط. اللي هو من ناحية اليمين. واجيبه ناحية الشمال. وابدأ اخد الخط اللي بعده. اجيب الخط عندي طرف في ايجي. افضل مسكة الفتلة. بايجي الشمال. واجيب الخط الفتلة التانية. اجيب الخط زي ما انت شايفين كده عندي طرف في ايجي. واعمله ايه? يعمل معايا زي عقدة. دايرة كده عمليها عقدة. دي اول خط. التانية نفس الحكاية. اجيب الخط زي ما انت شايفين كده? عند الايد. عند فردة الايد لمسكها. تبعملك زي دايرة وتخدخ خيل الخيط من جواها وتزقق بصبعك. هنكرر دوت. في الخمس فتة اللي الموجودين معنا. اه. كل ما تعمل تزققها بايدك كده. وتحافظي بالفتلة اللي انت مسكاها في نفس الاتجاه. لتطلع ولا تنزل عشان ايه? زي ما انت شايفة كده? دي اسمها غرزة مجمعة. ودي كده معنا اخر واحدة. شايفين عمات ازاي معنا? ترجع تاني معنا ستة خيوط. الجنب التاني هعملها معاكو تاني عشان نبقى جملناها يمين. هو شمال. هجيب الفتلة الاخرانية اللي هي نحية الشمال. واجيبها نحية اللي مين وايجي مسكها. ايجي مسكة. الخيط ما بتسيبوش. بجيب الخيط. احطه عند مطرح ما ايجي ما مسكة. هيكون معي زي دايرة. ادخل الخيط من جوها وتشجي زي ما انت شايفة كده. بس الخيط كده ييجي عند صبعك. هيعمل معاك دايرة. وتدخل الخيط من جوة الدايرة. وتشجي وتزقي. الفتلة زي ما انت شايفين كده تتجيك زي ايه دايرة? هناخد الفتلة اللي بعدها نفس الفكرة. ايجي ما بتسيبش مكانها. في الفتلة اللي في اليمين. الفتلة اللي انا جايبها بالعكس ايجي بالعرض جي. اعدل وارجع امسك الفتلة تاني في نفس اللي اتجاه. انا بيبقى معايا ست فتل باخد اول واحدة. بيبقى مسكاها وبالف الخمسة التانيين كل مرة كل واحدة بتلف مرتين. بتعمل لها عقدتين. اهو. بص الشكل بدأ يبقى يجمع معايا زي الجنب التاني. وبالطريقة جي هنقفل اربعة جناب. وكده يبقى خلص معانا الجزء التالت. وان شاء الله هنكمل الفنوس ونفنشه في الجزء الرابع بازن الله. كل سنة وان طيبين. اشتركوا في القناة.